السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة وكل عام وأنتم بخير كل يوم بتأكد أننا في آخر الزمان اللي شغال دلوقتي وحاصل هو التمهيد للدجال بقوة حتى إنما بنقول كده الناس بتقول طيب المهدي لسه لم يظهر أنتوا مش بتقولوا أن المهدي بيظهر أولا آه المهدي بيظهر أولا ولكن التمهيد للدجال أيها الأحباب شغال بقاله سنين بقاله سنين طويلة للأسف ما أخبر عنه النبي وحذر منه بيتحقق أكتر فتنة وأكبر فتنة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة الدجال طيب عارفين أكتر حاجة الرسول كان عليه الصلاة والسلام بيخاف منها على الأمة بعد فتنة الدجال إيه هي تخيل الأئمة المضلين الأئمة المضلين طيب ليه رابط الرسول عليه الصلاة والسلام الأئمة المضلين بفتنة الدجال ليه لأنهم اللي بيمهدوا لأن الأئمة المضلين دول من أقوى أسلحة الدجال يعني على سبيل المثال لو إن واحد خرج عليك في عباءة شيطان وقالك أنا بدعوك للدين هتربمه ولكن إن ما يخش ويلبس عباءة الدين ومظهر الشيخ المتسامح اللي عايز يخدم الناس هتخيل على كثير من الناس ولذلك حذر النبي من عليه الصلاة والسلام من فتنة الأئمة المضلين خرج علينا الشيخ صالح المغمسي علشان يقول كلام جديد من نوعه خد بالك ده هم وصلوا بقى المرحلة عالية جدا جدا يعني لما أنافق الحاكم في مسألة مسألتين لا ده أنا عايز بقى لنا أشيل كل التراث الإسلامي القديم تعبنا بقى تعبنا لأن التراث الإسلامي بيأيدنا الأئمة الأربعة والكلام العلماء عايزين بقى نعمل صورة ونجدد في هذا أم نعمل عايزين ننشئ مذهب جديد طيب ما تيجوا نسمع لمدة تلت دقائق المغمسي قال إيه ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه رادعون تعالوا نسمع مع بعض هذا الكلام الصادم لكثير من الناس لإن للأسف المجتمع المسلم ناس طيبين وبتعد عليهم مثل هذه الأمور هناك أمنيا وهناك رجاء أنا قضية الأحلام لا أحبها رجل يؤمن بالواقع والأماني ذكرت بغير مدحن في كتاب الله بقي الرجاء الرجاء الذي أنا أرجوه من الله عز وجل أن يحققه وليعذرني إخوة العلماء أن ينشئ الله على يدي مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا هذه ما أرجوه من الله وأسعى له وسيقول والكثير من الناس من أنت ورحم الله فلان وتواضع فلان سيذكرون أشياء أن أنا لا أؤمن بالعجز ولا بالضعف وأؤمن بأن عطاء الله أكبر لكنني أعلم أن الثغرة الموجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقه إسلامي جديد يتلاشى قدر الإمكان ولن يكمل ما قد فات وأن المراجعة لما قد سلف أمر لا بد منه ولا مناصة من الحيدة يعني لا مناصة منها لا بد من إنشاء مذهب فقه إسلامي جديد سواء من ذلة أو من شخص واحد أرجو الله أن يكون أنا هو وأنا أعلم أن هؤلاء أن ستسمع من التعليقات من هذا الأمر شيئا لا يكاد يصدق حتى من كان ذا حلم سيطرك حلمه عنه لكنني أنا تجوزت الستين وإذا كنت عاجزا أن أقول حتى شيئا أرجوه من الله فهذا منتهى الضعف لكن السؤال هل يوجد حاجة نعم وألف حاجة في كل مرحلة من مراحل البناء الفقهي من أمة من الأمة يطغى شيء الآن لا بد في هذا الزمن من إعادة مسألة ما الذي طغى لا بد من تحرير المسائل طغى السند فدخلت أحاديث من الصعب لسبتها من النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب جدا ولو قال فرسان الحديثي أنها صحيحة السند هذا لا يكفي لا بد من صحة الناس وهذا يعني أضر بالناس كثيرا أضر بالأمة كثيرا دخلت أحاديث أحاد لا يمكن هم يقولون لك بعضهم يعني إذا أراد أن يدفع عنك هذا الأمر أو يدفع هذا الأمر قال اتهم عقلك أنا لو اتهمت عقلي لما أصبحت عاقلة وإذا كنت غير عاقل إن أصبحت غير مكلف هذه صناعة بشرية قابلة أنتوا عارفين هو ليه عايز يعمل مذهب جديد أقول لك المذهب الأربعة أيها الأحباب أشهر أربع مذهب في العالم الإسلامي اكتهد أصحاب المذهب علشان يوصلوا الدين بتاعنا بضابط الكتاب والسنة بصورة كبيرة ومشكورين جدا على اجتهادهم المشكلة في الناس اللي جات من بعد الأئمة الأربعة اللي بيسموا نفسهم أحيانا شافعية واللي بيسموا نفسهم مالكية حنابلة حنفية وجم في الآخر خالص ابتعدوا وحادوا عن هذا المنهج ولقينا تلاعبات كثيرة جدا جدا لدرجة دلوقتي إن انت علشان تلتوي وتحاول تلف تلتف على النص بقيت بتدور تشوف الحكم الشرعي اللي ينسبك لو أنت بتحب مسألة معينة عايز إن هي تحللها وهي محرمة فبتروح تدور على المذهب المالكي ما لقيتش تروح في الشافعي ما لقيتش في الحنفي وللأسف وهكذا اللي بيعمل الحكاية دي هي تشيوخ وبيستغلوا وبيتحكوا عن ناس يقولك يسر الدين وبتعدوا عن الدليل في ظل هذا الخضم من الفوضى الفقهية اللي شغالة وموجودة في هذه الأيام طبعا كل واحد عايز إنه هو يرضي الجزمة بتاعته طبعا أنتوا عارفين وليه لإيه وليه نعمته ويقوم يعمل إيه يقوم يدور في المذاهب علشان يجيب الرأي اللي يوافق مذاهج الباشا هو ده للأسف الموضوع اللي شغال في ظل هذا الخضم المغمسي مش عجبه الظاهر كمان إن فيه أمور ما ينفعش تتفصل ومش موجودة في المذاهب الأربعة فعايز يعمل مذهب جديد وقوام هذا المذهب الجديد كما تكلم إن فيه حديث حتى لو صحت من حيث السند لازم إن إحنا نقتنع بها من حيث المعنى يعني إيه يعني أنا لقيت الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام حديث وموجود في البخاري من أعظم كتب السنة كتب البخاري ومسلم بس المعنى ما عجبنيش ما اقتنعتش فأقول لا ده ضعيف ده المذهب الجديد اللي المغمسي عايز يعمله إن بين يدي الساعة أئمة مضلين مطية للدجال بيهيئوا الأجواء عشان الدين للأسف لو اتبعناهم وده مش هيحصل بفضل الله لأن الخير ما زال في الأمة التباع هؤلاء الأئمة مسخ الدين يبقى العاقبة إن الدين ده يبقى مسخ ملوش معالم يخضع للأهواء والأمزجة فانتبهوا جيدا لهذا الكلام نظرية الأرض المحروقة اللي الإمام المهدي بيحربوه بيها عشان إما يظهر يلاقي تناحر يعني إحنا كمان يعني المذاهب الفقهية الألف مذهب اللي إحنا بنشوف وعند المسلمين وأشهرهم المذاهب الأربعة ما كفتش فعايز يعمل مذهب جديد كل ده عشان يظهر المهدي على اختلاف كبير بين الناس وفتن وتنازعات وتناحرات كبيرة جدا أنا حبيت أن أنا أنبه الناس لأن دي معركة الوعي التي تسبق ظهور الإمام المهدي اللي إحنا بإذن الله وبفضل الله تحملنا المسئولية بتاعتها كاملة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا مش عايز أطول عليكم احتمال كبير نطلع معاكم في حلقة بست مباشر إن شاء الله بعد قليل هتبقى حلقة من العيار السقيل ونسمعك أحاديث أول مرة تقريبا معظمكم يسمعها أحاديث مبشرة جدا بتباين لنا احنا فين وموضعنا ايه من الأحداث شارك هذه الحلقة على جميع المنصات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا لكم